في ظل الأزمة الكبيرة التي يعاني منها المنتخب الوطني وطرفيها المدرب جمال بالماضي والاتحاد الجزائري الذين لم يصل إلى اتفاق بعد طفت إلى السطح قضية جديدة عصفت بكل مخططات الخضر قبل خوض تصفية كاس العالم القادمة حيث كان من المفروض أن تنظيم الجزائر دورة دولية مسغرة في الأسبوع الأخير من شهر مارس تجمع محاربية الصحراء وثلاث منتخبات من مختلف القارات هي ألبانيا وبوليفيا وجنوب إفريقيا وذلك تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القادمة الفيفا لكن في آخر لحظة أخلط المنتخب الألباني كل حسابات الجزائر وقرر الانسحاب ليحل مكانه منتخب أوروبي آخر يحتمل أن يكون منتخب أندورا صاحب المركز 164 في تصنيف الفيفا والذي يبقى اختياره للمشاركة مفاجئة نوعا ما نظرا لمستوها المتدني حيث يعتبر من أضعف خمس منتخبات في القرى العجوز وحسب موقع لغازيت ديفيناك فإنه من عواقب إقصاء الخضر من كانكو ديفوار في الدور الأول انسحاب منتخب ألبانيا من دورة الجزائر وتفضيله مواجهة السويد في مبارا ودية يوم 25 مارس القادم وهكذا تتوالى الأزمات على الكرة الجزائرية التي لم تجد نفسها بعد قريا ودوليا فمن يعيد لها سمعتها خاصة في إفريقيا التي لم يعد يسمع فيها صوت للجزائر على مستوى الاتحاد الإفريقي الكاف شاركونا بأرأيكم في التعليقات شاركونا بأرأيكم في التعليقات